بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي مع بعض الوحدة التانية من مقرر حساب التفاصل والتكامل واحد بعنوان الدوال الحقية في هذه الوحدة سوف نتعرض لحاجة مهمة جدا في حساب التفاصل وتكامل الهوهي الدلة والدلة تعتبر الحجر الاساس اللي بابنى عليه الكورس بتاعنا او المقرر بتاعنا حساب التفاصل والتكامل تعرف الدلة الدلة هي علاقة او ارتباط بين اي متغيرين وكلمة اي متغيرين دي هنقول نوضحها الوقت وكلمة متغير يعني بيتغير قيمته مع مرور الزمن يبقى الاتنين اللي عندي الاتنين قيمته بتتغير مع تغير الزمن وعشان كده بسميهم متغيرين احدهما مستقل ونرمز له بالرمز x يعني ايه مستقل يعني هو الذي يبدأ عملية التغير هو اللي بيتتحكم في العلاقة والاخر بسميه تابع وبنرمز له بالرمز مين بالرمز y تابع يعني ايه يعني يستنى لما ال x تتغير وبعد كده هو كمان يتبع هذا التغير اذا كان بالاجاب او بالسلب بحيث الشرط المهم بقى لكل قيمة المتغير المستقل x يوجد قيمة واحدة فقط لتتغير التابع اللي هو مين y يعني لما ال x تاخد قيمة ال y تاخد قيمة مناظرة لها وليس قيمتين وليس ثلاثة وبكتب الدل على الشكل ال y تساوي f اختصال لكلمة function of x لكن ال f غير ملزمة يعني ممكن اكتب بال y تساوي g of x h of x e of x طيب الطرف الايصر اللي هو f of x هو عبارة عن تعبير رياضي يحتوي بعض العمليات الجبرية على المتغير المستقل يعني ايه عملات جبرية يعني جمع طرح ضرب اسمه جزر اس وهكذا طيب كلمة اي بقى دي معناها ايه معناها ان اي اتنين تربطهم بينهم وبين بعض علاقة في الحياة اللي انا عايش فيها اقدر اقول عليها دل لوحاءات الشرط لكل قيمة المتغير المستقل اكس يوجد قيمة المتغير التابعة من واي على سبيل المثال لو قلنا عد المصانع اللي موجودة في مكان ما وفي بلد ما والتلوس اللي موجود في علاقة بينهم اه طبعا في علاقة اذا زاد عد المصانع بيزيد التلوس اللي موجود في البيئة دي يبقى اقدركت ان عد المصانع ده هو اكس وارد ارمز ليه عدد او مستوى التلوس بي واي لو انا عندي مستوى المعيشة اللي بعيش به والدخل اللي بيخش لي في علاقة بينهم في علاقة بينهم كل ما كان الدخل بتاعي اكتر كل ما مستوى الرفاهية والعيشة اللي انا عايش فيها هتبقى اكتر وهكذا اذا ممكن اي اتنين موجودين في الحياة اقدر وبينهم علاقة مع بعض اقدر امسلهم كمين كدلة